في أحدث ظهور له اختار وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون جامعة ستانفورد بكاليفورنيا يعلن منها استراتيجية بلاده الجديدة تجاه سوريا مزدلاً بذلك استطارة على مصير التواجد العسكري والدبلوماسي لبلاده في الأراضي السورية إلى أجل غير مسمى فالهدف لم يعد كما كان في السابق القضاء على عناصر تنظيم الدولة بل يتبعها أهداف أخرى وهي مواجهة تمدد النفوذ الإيراني في سوريا والمساعدة على دفع رأس النظام بشار الأسد إلى مغادرة السلطة إن الولايات المتحدة تعتزم الحفاظ على وجودها العسكري والدبلوماسي في سوريا حتى هزيمة تنظيم الدولة بالكامل وهذا سيعتمد على الظروف على الأرض تيليرسون قال إن بلاده تريد أن تتجنب في سوريا ما سماه بالخطأ الذي ارتكبته عام 2011 في العراق عندما خرجت قوات بلاده العسكرية معتبراً أن ذلك شكل فرصة لأن يحافظ تنظيم القاعدة على استمراريته ومتابعة أنشطته قرار بقاء القوات الأمريكية في سوريا بالتأكيد لي نال إعجاب روسيا وإيران التي وصفتا الوجود الأمريكي بالتدخل في السيادة الوطنية في بلد تحول إلى حلبة لتكسير عظام بين القوى الدولية وحدهم السوريون ضحايا هذا الصراع كما جاءت كلمة تيليرسون حاسمة حول مصير مفاوضات جنيف التي تعقد الأسبوع القادم مؤكداً أنها ستكون مرجعاً لأي حل سياسياً في سوريا ومجدداً تأكيده أن بلاده لن تعطي دولاراً واحداً لإعادة الإعمار في المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري وأنها تشجع حلفائها على أن يحذو حذوها في إشارة إلى مؤتمر سوتي الذي تعقده موسكو نهاية الشهر الحالي يبدو أن التدخل الدولي في سوريا مستمر إلى ما لا نهاية فالوجود الأمريكي باق في الشمال إلى غير أجل حيث آبار النفط والثروات الباطنية وفي الساحل أنشأت روسيا قواعدها العسكرية في المياه الدافئة حلم رودها منذ قرون فيما إيران تنفذ مخططها الهلال الشيعي ترجمة نانسي قنقر